تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 542 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 173 طن وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 97 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 76 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 721 قضية من بينها 81 قضية خبز ناقص الوزن ومائة وثمانية قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا تهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 25 قضية بمضبوطات بلغت 366 طن ترجمة نانسي قنقر